المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات الليلة محاصرة داعش داخل الرمادي مستمرة الحجد الشعبي يطالب الحكومة بإبعاد واشنطن عن المعركة ويرغب في التنسيق مع دمشق شمالا تركيا تحيي مجددا فكرة المنطقة العازلة والحضر الجوي في سوريا وواشنطن على تحفظها خشية استدراجها إلى عمل بري بسرعة تريد القوات العراقية وخصوصا الحجد الشعبي الرد على سقوط الرمادي عمليات التحشيد والاستعدادات التمهيدية بدأت ناجحة لاستكمال تطويق داعش كتائب حزب الله في العراق تكشف أن فصائل الحجد الشعبي ستتوجه إلى الحدود السورية العراقية بعض الأنبار وسيجري التنسيق مع دمشق في محاربة داعش على أمل أن لا تزج واشنطن نفسها في الحرم التطورات في ساحة الأنبار محور ملفنا الأول المسائي أما في ملفنا الثاني فنتوقف عند المسعى التركي لجعل المنطقة العازلة شمال سوريا أمرا واقعا تركيا وإن أعلنت عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة فإنها تحاول الاستفادة من الأحداث لإقناع الإدارة الأمريكية التي تخشى الاستدراج بتدخل لازم على الأرض مستقبلا لكن قبل مناقشة ملفية المسائية نتوقف مع موجز للأنباء السلام عليكم السشد 96 شخص أصب نحو 300 في غارات تحالف السعودي على صنعاء وباكيل المير والحديدة وذمار وتعز وزارة الصحة اليمنية أعلنت عن 45 شهيدا في الغارات على صنعاء وحدها الطائرات السعودية غارت على كلية الطب في الحديدة وفد عن عشارات الشهداء والجرحة كما قصفت مناطق ذمار وتعز وصعدة قتل كامل أفراد مجموعة المسالحة من جباة نصرة فرع القاعدة في سوريا بينهم قائد ميداني في عمليات نوعية للمقاومة اللبنانية في الجود عرسال شرق لبنان ورصدت المقاومة عبر طائرات مسيرات حركات المسالحين الذين كانوا يتحركون لتنفيذ عمل إرهابي في المنطقة المسالحون استهدفوا وتم الاشتباك معهم ما أدى إلى مقتل كامل أفراد المجموعة بينهم قائد ميداني يذكر أن عمليات عرصد بالطائرة بدأت مع انطلاق المسالحين من منطقة الكسارات الجردية الواقعة جنوب عرسال وقد استهدفوا قبل توجههم نحو جرد نحلة قال مساعد وزير الخارجية التونسي تهامل عبداللي إن بلاده تبحث مع دمشق ترحلة 43 سجين تونسيا ومتابعة وضع أكثر من 6000 يقيمون هناك العبداللي أشار لأن نحو الفيتونسي انضموا إلى جماعات إرهابية مؤكدا أن سوريا لم ترد على قرار بلاده تعيين ممثل قنصلي أو ديبلوماسي لديها بعدما تراجعت عن قرار قطع علاقاتها الديبلوماسية معهم قال وزير الخارجية الفلسطينية السابق فاروق القدومي أن الرئيس الإسرائيلي السابق ريال شارون طالب بتسميم الرئيس الفلسطيني سرع رفات القدومه في مقابلة مع الميدين قال أن لديه نسخة عن محضر اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقائد جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق محمد دحلان مع شارون حول ذلك القدوم أكد أن إيران وسوريا وحزب الله يمكن الاعتماد عليهم لتسليح الفلسطينيين على العكس دول عربية لا تريد سلاحا بيد المقاومة الفلسطينية أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لا ترى ضرورة لتمديد المفاوضات النووية مع طهران وأضاف المتحدث باسمها جيف راتكي أن بلاده تلتزم بحزيران يونيو وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتي رجح تمديد المفاوضات مع دول الست إلى ما بعد الثلاثين من حزيران يونيو عرقتي وعند وصول إلى بيانا وصف عملية صياغة نص الاتفاق النيائي بالصعبة وأكد أن الأمور تسير بالجدية أكبر ويأكثر تعقيدا كلما اقتربت المراحل الأخيرة من المفاوضات أعلنت وزارة الدفاع العراقية استعادة منطقتين الطاش والحميرة عند أطراف الرمادي الجنوبية بدوره أعلن الحجد الشعبي خوضه معارك عنيفة ضد تنظيم داعش غرب سمر وأتقدمه في عمق الطريق المؤدية إلى بحيرة الترثار كما فاد مرسل الميادين بإحباط القوات العراقية هجوما لداعش على الناحية البغدادي في الأنبار وعلى جامعة الفلوجة كان مقررا أن تلي معركة الأنبار تلك التي حررت صلاح الدين القوات الأمنية العراقية مدعومة بالحشد الشعبي نجحت في معركة استعادة تكريت وبدأ أن الخطط المتبعة ناجعة بما يكفي لتحقيق الأهداف والتجهيز للمرحلة الأهم المتمثلة بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سقوط الموصل صيف 2014 الخطة منذ ذلك الحين لم تلحظ في بنودها أي دور لطائرات التحالف الأمريكي التي تقول مصادر ميدانية عراقية إنها لم تقلب الميمنة على الميسرة ولا ساهمت بشكل جذري في تحقيق ما تقول إنها جاءت لتحقيقه ألا وهو هزمة تنظيم داعش قبل أسبوعين وخارج سياق الأحداث المتوقع سقطت الرمادي أعاد المشهد ذكريات قاسية من زمن ليس ببعيد وكأن الموصل تسقط من جديد لكن الصدمة لم تطلق سابقاتها التي سمحت لداعش بالتمدد أكثر فإدارة العمليات العسكرية في العراق تحركت مباشرة للدفع بقوات الحشد الشعبي التي أثبتت فعاليتها قوات مدربة ومجربة في معارك سابقة القوات الحكومية العراقية وبدعم من الحشد الشعبي انطلقا مجددا في رحلة تحرير في الأنبار لاستعادة الرمادي التي لم يبقى من أهلها سوى قلة قليلة بينما الكثيرية الصاحقة قررت الرحيل وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الاحتضان الشعبي لداعش في العراق في أسوأ حالته لا يقف العراق وحيدا في هذه المعركة فحلفاء منظومة المقاومة والمواجهة من تهران إلى بيروت باتوا دون حرج يعلنون أن المعركة واحدة سواء كانت في الأنبار أو الموصل أو إدلب أو القلمون لذا فهم سيشاركون بما تيسر وهذا ما يؤشر إلى أن ينتصار سيتحقق ستكون له عكاساته الميدانية في أكثر من مكان على الخريطة وإذا حررت الأنبار بشكل كامل بغض النظر عن المدة الزمنية فهذا سيعني إحكام التوقع على الموصل بشكل رئيسي لكنه أيضا لن يكون بعيدا عن تغيير المعادلة التي جرى إرساؤها في غير مكان ضمن الامتداد الجغرافي وربما تدمر ودير الزور تكونان على لائحة الانتظار قال النطق الرسمي باسم كتاب حزب الله العراقية جعفر الحسين إن المقاومة ستتمكن من حسم معركة الأنبار وأضاف أن الرمادي هي أولوية يتبعها التوجه نحو الحدود العراقية السورية لمحاربة داعش نعم هناك أهداف قد وضعت استراتيجية كاملة لعمليات في الأنبار طبعا ابتداء ستكون هي الرمادي ومن ثم محيط الرمادي باتجاه كل مناطق الأنبار وسنذهب شمالا إن شاء الله باتجاه الحدود السورية العراقية لكي نقطع خطوط الامداد ونقطع أوصال التواجد الداعشي في العراق أهداف كبيرة وكثيرة ستحقق إن شاء الله إذا ما استمرت طبعا الحكومة العراقية أو أنها ثبتت على موقف أنها تقف باتجاه أن تدعم فصائل المقاومة وأن لا تزوج بالأمريكان في تلك العمليات سيكون هناك تقدم كبير وإن شاء الله سنقف على الحدود السورية العراقية قريبا الحسيني وفي حديث للميادين أشار إلى تدخلات أمريكية لدى الحكومة العراقية لوقف العمل الميداني في محافظة صلاح الدين بعد استعادة تكريت وقال أن التقدم السريع للحشد أدى إلى التدخلات الأمريكية هنا أصبحت نقطة التحول عندما تطهر التكريت وبفترة قياسية وبعد التدخلات الأمريكية الخبيثة في هذه العملية أوقفت هذه العمليات وأيضا كانت هناك عمليات تستكمل لتطهير تلال حمرين الوصول إلى تلال حمرين وغرب كاركوك كان واحدة من أهداف تلك العمليات هنا أيضا كانت تدخلات والأجندة طبعا عملت على الأجندة التي تعمل لصالح الأمريكي عملت على إيقاف هذه العمليات وبالتالي تم إيقاف هذه العملية بطلب من الحكومة العراقية التي هي انصاعت في ذلك الوقت للضغوط الأمريكية لمناقشة هذا الملف معنا الآن مباشرة من بغداد عضو أعلام هيئة الحجدة الشعبية لسيد عبدالهادي الدراجي وأيضا معنا من بغداد العضو في دولة القانون النائب السابق الأستاذ كمال الساعدي أبدأ معك سيد عبدالهادي الدراجي هل فعلا الحجدة الشعبية الآن قادر على تحرير كامل الأنبار والذهاب أيضا لقطع خطوط إمداد التنظيم باتجاه سوريا على الحدود السورية كما كنا نستمع للحسيني قبل قليل هل هذا ممكن والخطط والآليات المرسومة هي لتحقيق هذا الهدف بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكمهورها الكريم وللضيف الكريم الأستاذ كمال الساعدي مما لا شك فيه أن الحجد الشعبي عندما تحرك بفتوى المرجعية الدينية انطلق من هذه الرؤية العقدية المهمة هذه الرؤية هي حبه وولائه إلى العراق وولائه لبلد العراق وكما تعلمون أن الحجد الشعبي يتكون من مكونات عديدة منها الشيعي ومنها السني والكردي والعربي والتركماني والإيزيدي هذا كله يعطيه عامل قوة واقتدار على أن ينهض بأعباء تلك المهمة المحفوفة بالنصر فابتداء من آمرني ثم مرورا بديالة ثم مرورا بجرف النصر ثم معركة صلاح الدين وتحريرها الحجد الشعبي قادر إن شاء الله على تحقيق النصر وذلك من خلال أبنائه المقاومين الذين قاوموا بالأمس الاحتلال ولقنوه دروسا لن ينساها أبدا اليوم الشعب العراقي ملتف حول هذه القيادة الواعية من أبناء المقاومة للحجد الشعبي هذا أستاذ عبدالهادي خطط عسكرية وستراتيجية مهمة أستاذ عبدالهادي هذا في المعنويات هذا في المعنويات ولكن في الأهداف وفي الأمور العملياتية اليوم القيادة في التيار الصدري السيد حسين البصري يقول بأنه هدف العملية الحقيقي هو حماية العاصمة بغداد وتحصينها من داعش وليس السيطرة على الأنبار وتحرير الأنبار بشكل كبير وتسمية العملية تحرير الأنبار خطأ كبير لأن القوات المهاجمة لا تكفي لتحرير المحافظة ولا حتى ربعها هكذا يقول السيد حسين البصري القيادة في التيار الصدري لا لا أنا بالعكس بالعكس أقول أن المعركة ليست معركة بغداد لأن بغداد محصنة ومؤمنة إن شاء الله وحتى المحافظات المقدسة أيضا مؤمنة اليوم أبناء العراق الغيارة انتخوا إلى صلاح الدين وانتخوا إلى أبناء الرمادي الذين طالبوا بإشراك الحجد الشعبي على واقع المعركة ابتداء اليوم من معركة الإسحاق التي جرت وثم أيضا مرورا بالمعارك التي جرت في الرمادي حتى انتهاء بتحرير المناطق حتى انتهوا إلى جامعة الرمادي هذا كل مؤشر على أن المقصود من هذه العمليات هي الرمادي لأن الرمادي تعتبر فيصلا مهما ومفصلا مهما من مفاصل أبناء المقاومة حتى يقطعوا المدد على الدواعش وأجندة الدواعش ستراتيجيا ولوجستيا المعركة بيد أبناء الحجد الشعبي وبالتالي تعلمون جيدا ليس الحجد الشعبي لوحده وإنما الحجد الشعبي يساند أخوته من الجيش العراقي وأيضا كذلك الشرطة الاتحادية والعشائر السنية الكريمة المنضوية تحت مسمى الحجد الشعبي وبالتالي فإن المعركة القادمة بأجندتها هي أنه ستؤمن مثل ما تفضل المتحدث باسم كتائب حزب الله أن المعركة الحالية هي معركة لتحرير الرمادي من جيوب داعش القليلة وبالتالي انتهاءا بالحدود السورية وسوف تؤمن كل تلك المناطق ذلك لأننا ننطلق من رؤية وهدف هذه الرؤية كما تعلمون رؤية واضحة عقدية حب الوطن والهدف هو الانتصار تسمح لي أستاذ عبدالهادي أن أخذ رأي الأستاذ كمال الساعدي أيضا ولكن من زاوية أخرى أستاذ كمال الساعدي فيما يتعلق بمعارك الأنبار اعترضت الولايات المتحدة على مشاركة الحجد الشعبي بعد تحرير تكريت مباشرة ضغطت على الحكومة العراقية لإبعاد الحجد الشعبي عن قيادة المعارك ثم الآن قبيل معركة الأنبار باركت هذا الدخول للحجد الشعبي ما هي الظروف من وجهة نظرك أستاذ كمال التي تحدد أو حددت الموقف الأمريكي في كل الحالتين بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وإلى الضيفة للمشاهدين الكرام التراجع الأمريكي واضح أسباب أن ما حدث في الأنبار كان يعتبر تراجع في الرؤية الأمريكية على الأقل من وجهة نظر أمريكية من أنها تريد محاربة داعش وتريد القضاء على داعش على الأقل في العراق إذا كان هناك شيء مختلف عليه في سوريا فالمجتمع الدولي بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الدولة العراقية القائمة الآن هي دولة شرعية منتخبة ديمقراطيا ولا يمكن أن تكون هناك دولتان في العراق إحداهما قائمة على أساس القوى والذبح والنزعة الدموية والأيديولوجيا المتوحشة وأخرى منتخبة من قبل الشعب العراقي المجتمع الدولي بغض النظر عن اختلافات بوجهة النظر التي قائمة في أوساطه لا يمكن أن يقبل بقيام هذه الدولة داخل العراق على الأقل لذلك سقوط الرمادي أعتقد كان محرجا للولايات المتحدة الأمريكية بقدر هو أيضا ما مزعج للحكومة العراقية ولنا أعتقد أن الحجد الشعبي الآن وبعدما حدث في الرمادي وبعدما حدث أيضا ما فيه صلاح الدين عندما قام الحجد الشعبي بتحرير هذه المحافظة وتسليمها لأهلها يعني قيل قبل ذلك وهذه النقطة مهمة أرجو أن تسمع لي بتوضيحها تفضل قيل قبل التحرير صلاح الدين بأن هناك سيئة الشيعة يسيطرون على مناطق السنة وسيفعلون كذا ويفعلون كذا لكن الحجد الشعبي أثبت وطنية ونبلا عاليا عندما حرر هذه المحافظة وهي جزء من العراق وسلمها بيد أهلها والحكومة الآن الحكومة صلاح الدين تعقد اجتماعاتها في المحافظة هذا أعطى رسالة إيجابية للحجد الشعبي للعالم من أن الأنبار أيضا سيقوم الحجد الشعبي بتحريرها وتسليمها لأهلها طيب هناك من يتحدث أستاذ كمال هناك من يتحدث عن ما هو أوسع من هذا الإحراج الأمريكي أو حتى الضغط على الحكومة هناك من يتحدث عن أن معركة الأنبار تعكس تفاهما إيرانيا أمريكيا في العراق وسقوط الرمادي كان يعكس خلافا أمريكيا إيرانيا في العراق أيضا هل ترى المسألة يمكن مقاربتها من هذه الناحية أنا لا أعتقد ذلك لا أعتقد أن هناك تفاهم قد تكون هناك نقاط التقاء دون أن يقصدوا دون أن يخططوا هذا ممكن جدا لكن هناك تفاهم أمريكي إيراني ويجلسون ويتحاورون ويتحدثون أنا أستبعد ذلك أنا أعتقد أنه هو سقوط المحافظة كشكل إحراج للتصريحات الأمريكية السابقة التي قالت بأننا لن نسمح بسقوط الأنبار وأيضا أن تصريحات الوزير أحد الوزراء أعتقد أنه وزير الدفاع أو بايدن عندما قال أن 75% من طلعاتنا كانت تذهب الطائرة أو تتعود هنا تحقق أهداف وأيضا الكمب الهائل من النازحين الخطر عن النظام السياسي في العراق استغاثة أهالي الأنبار مجموعة من العوامل الخطر التي تستشعر الدول الأقليمية مجموعة من العوامل هي التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن تصريحاتها السابقة ومعرفتها بأن الحشد الشعبي لا يمتلك أجندة طائفية وإنما أجندته وطنية عراقية خالصة جيد السيد عبد الهدي الدراجي أيضا فيما يتعلق باشتراط الحشد الشعبي عدم مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في أي عمليات ضد داعش يعني ما هي أسباب هذا الشرط لماذا لا يريد الحشد الشعبي أن تشارك الإدارة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية ضد داعش في المساعدة على الأقل من الجو وأيضا هناك من يقول بأنه ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية جوا ولكن في مناطق الإمداد هل صحيح أنكم وفقتم على ذلك؟ أي ضرب خطوط الإمداد أو مصادر الطاقة أو السلاح أو قوافل السلاح التي تأتي تحديدا من سوريا عبر الصحراء وأن هذه مهمتها أم أنكم ترفضون تماما؟ وإذا كنتم ترفضوا لماذا؟ لا بالنسبة لنا نحن كما تعلم ننطلق وفق رؤية أيضا كذلك حكومية تعلم أن الحشد الشعبي معترف به من قبل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونحن نقدر الظرف الذي تمر به الحكومة العراقية والحكومة العراقية لها تفاهمات دولية والحشد الشعبي وقيادة الحشد الشعبي وضعت في أجندتها احترام كل ما تتبناه الحكومة لكن مرة أخرى أرجع إلى دور التحالف الدولي كما تعلمون أن التحالف الدولي آنذاك عندما صرح بأنه سيساعد العراق على ضرب داعش وضرب أوكار داعش صار أكثر من سبعة أشهر إلى ثمانية أشهر لم تفعل ضربات الاحتلال ولم تفعل ضربات التحالف الدولي أي شيء بداعش بل استمر نفوذ داعش وسقطت الموصل وسقطت بقية المحافظات الغربية وبالتالي نحن نعلم أن الأجندة الغربية لها علاقات تحكمها مع داعش لأنه داعش نحن نقول أن لها أجندة خارجية من ضمن هذه الأجندة الخارجية هي الأجندة الأمريكية وبالتالي أمريكا تعمل وفق نظرية المؤامرة في الشرق الأوسط وهذا يدفعنا بالتالي إلى أننا نقشى وعندنا مخاوف من ضربات الاحتلال وفصائل المقاومة كما تعلم قد صرحت بين الفترة والأخرى أن القوات الأمريكية بطائراتها والتحالف الدولي بطائراته قد استهدف فصائل المقاومة وفصائل الحجل الشعر يعني الاعتراض سيد عبدالهادي ويقولون أننا ضربنا بالخطأ عفوا الاعتراض على مشاركة التحالف والقوات الأمريكية نابع من عدم فعالياته ضد داعش وعدم الثقة به وليس نابع من مبدأ أنكم لا تريدون التعاون مع الولايات المتحدة لا نحن فصائل المقاومة أجمع لا تريد التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا نقطة راسطر اثنين أنه نقدر الظرف الحكومي الذي تمر به الحكومة العراقية وبالتالي نحن نحترم ما تعقده الحكومة من صفقات عسكرية سياسية محاور غيرها ذهب العراق إلى روسيا ونحن احترمنا مثل هذه إرادة الحكومة العراقية ولعله باب مهم جدا ليش نعتمد على طرف واحد وإنما يمكن أن نعتمد على المجتمع الدولي ككل بضرب الدواعش وأجندة الدواعش فإذن المخاوف الكبيرة التي نعتقدها أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي غير جاد فعلا بأنه سوف يضرب الدواعش اليوم هم صرحوا أنا سماعة الرئيس الأمريكي صرح تصريح بأننا سندعم الحكومة العراقية بضرب داعش طيب الأمريكان الذين استطاعوا في قلب سوريا واستطاعوا في الحدود السورية توجيه ضرب قاصمة إلى أحد قيادي داعش والملقب أبو سياف لماذا صار ستة أشهر أو سبعة أشهر في الموصل وفي الرمادي الدواعش يفعلون ما يفعلون جرائم وقتل وتشريد واغتصاب واستهداف للمساجد واستهداف للمراقد المقدسة وغيرها والولايات المتحدة طيب سنعد الهادي تبقى معي لو سمحت بالتالي أنا أعتقد فقط بجملة واحدة أنا أعتقد أن أبناء العراق أن أبناء العراق بحجدهم الشعبي بجيشهم العراقي بحكومتهم بتوجهاتهم الوطنية قادرون على أن يخلصوا العراق من داعش كما فعلوا في تكريت وكما فعلوا في آمرني وفي ديالة وفي جرف النصر وغيرها من الدول وأنا أدعو من خلال قناتكم الموقرة القناة التي تساند وتؤازر أبناء العراق أدعو لما دعا إليه الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله بأن تتوحد المواقف العربية والإسلامية وأن تشترك في هجمة واحدة ضد داعش فليلتفت العرب والمسلمون على أن العراق وحده ليس مستهدفا وإنما هناك أجندة غربية تريد تقسيم العراق أرجو أن تبقى معي سيد عبدالهادي الدراجي وأيضا سيد كمال الساعدي قال وزير الخارجية السورية وليد المعلم أن دمشق لم تعول يوما على التحالف الدولي ضد داعش لافتا إلى أن سوريا والعراق في خندق واحد في محاربة الإرهاب فيما يتعلق بالتنسيق السوري العراقي نحن نؤمن أننا نواجه عدو مشترك ونؤمن أننا والأشقاء في بغداد نقف في خندق واحد لكن لم يصل التنسيق بيننا إلى هذا المستوى من الخطر الذي يواجهنا وحول تنسيق مع دمشق في قتال داعش قال الناطق باسم كتاب حزب الله في العراق جعفر الحسيني أن التنسيق مع السوريين سيحمل بشائر بالنصر في العراق وسوريا بالتأكيد يجب أن يكون هناك تنسيق أمني مع الجانب السوري بين أسائل المقاومة والجانب السوري نعم هناك طبعا هو بالسابق كانت هناك تواجد لكتاب حزب الله في سوريا توقف لأسباب معينة في فترة من الفترات لكن إذا ما أردنا أن نعيد هذا التنسيق وأيضا أن نستكمل هذه العمليات إذا كانت سواء كانت من العراق أو من الداخل السوري سيكون هناك تنسيق مع الجانب السوري للخوض في مثل هكذا عمليات وإن شاء الله ستكون هناك بشائر للنصر في العراق وفي سوريا إن شاء الله أستاذ كمال الساعد تعليقا على هذه التصريحات حول إثارة موضوع التنسيق بين العراق والسوريا هل تعتقد أن الآن الأوان نضجت الظروف الميدانية أو حتى السياسية لإطلاق مثل هذا التنسيق العلني بين الحكومتين أم أن التنسيق يجب أن يكون على المستوى الميداني وهل العراق وهذا ربما يكون السؤال الأهم العراق قادر بظروفه السياسية على أن يقول أنني أريد أن أنسق مع الحكومة السورية والجيش السوري أنا أعتقد أن الإرهاب يجمع الكثير من المفترقين أو الأطراف التي أحيانا قد تختلف العراق مع سوريا يواجهون إرهاب وإرهاب خطير وتمدد على الأراضي السورية والأراضي العراقية بدرجة خطيرة طبعا هذا كسلطات ينبغي أن يكون هناك تعاون لكنني أتمنى على الأخوة المقاتلين أن لا يفصحوا عن بعض القضايا لأنها قد تكون في غير أوانها بالتصريح عنها قد تفهم بطريقة عربيا تفهم بطريقة غلط تفهم بطريقة أن هناك شيء ما يحدث حلف مضاد يعني ليس حلف لذي محاربة داعش لا حلف ضد مجموعات اجتماعية أخرى وهذه قضية حساسة أنا لا أدعو إلى سرية وعلنية في قضايا محاربة داعش لهذا اللي أقصده لكن أقصد أن الحكومة العراقية هي الطرف الذي يستطيع أن ينسق العمل العسكري على الأقل والاستخبارات كما ينسق مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن هناك سؤال أستاذ كمال في هذه النقطة ملاحظ فعلا أن هناك منع للتنسيق أو عدم وجود نهائيا للتنسيق بين الدول التي تحارب لديها نفس الهدف يعني محاربة داعش والجماعات التكفيرية يعني لا تنسيق بين لبنان وسوريا في مسألة الحدود السورية اللبنانية التي تواجد فيها داعش والنصرة لا تنسيق بين العراق وسوريا وداعش فتحت الحدود بين الدولتين وتنتقل من هنا إلى هناك وتحارب كلا الحكومتين وكلا الشعبين هذا ممنوع ومن يمنع ذلك ولماذا يمنع هذا التنسيق أنا شخصيا أعتقد لو كنت في مكان القرار للحكومة العراقية لا يهمني من يعترض لأن أنا حكومة منتخبة ومهمتي بالدستور أن أحمي الشعب العراقي ونسق مع أي دولة تساعدني على ضرب داعش وتدبير داعش سواء اعترضت هذه الدولة أو تلك هذا البلد أو ذاك لأنني لا أقوم بعمل مخالف للقوانين الدولية ولا أسيل الجيران ولا أتعدى على أحد أنا مهمتي أن أحافظ على بلدي لذلك ليس عيبا أن تقوم الحكومة العراقية بالتنسيق مع الحكومة السورية لمحاربة داعش بغض النظر عن مواقف العربية تجاه سوريا لأن هنا القضية الموقف ليس موقف سياسي وإنما هو موقف ميداني عسكري ضد عدو كل الدول العربية الآن تقول أن هذا العدو هو إرهاب ومصنف عالميا هو إرهاب لذلك لا حرج على الحكومة العراقية عندما تنسق بهذا الصدد نعم طيب أستاذ عبدالهادي الدراجي أيضا في موضوع الميدان وسوريا والعراق البعض يصف معركة الأنبار المقبلة بأنها أم المعارك في العراق ويعطيها بعدا استراتيجيا عسكريا باعتبار أن انكسار التنظيم في الأنبار سيحرمه من العمق داخل العراق للقتال في سوريا وبالتالي ستكون بداية الهزيمة البعض الآخر يقول بأن انتصار داعش لا سمح الله في الأنبار سوف يفتح على مشروع كبير لداعش ليس فقط في العراق ربما في كل المنطقة ودول لم يدخلها بعد أريد أن نتحدث عن أهمية الأنبار ولماذا البعض اليوم يطرح بأن مناطق مثل الموصل أو بيجي هي أهم بالنسبة للحكومة العراقية من الأنبار فلماذا تم اختيار الأنبار كأم المعارك إذا وافقت على هذا التعبير يعني أنا ما وافق على هذا التعبير باعتبار أن هذا التعبير أطلقه المقبور صدام نبدل بأم المعارك نقدر نسميه أم الانتصار إن شاء الله معركة الانتصار القادمة بالتالي أنه أنا أعتقد أن معركة الأنبار هي معركة حاسمة وبنفس الوقت من الأهمية بمكان أنها تجعل أبناء الحجد الشعبي ينفتحون أكثر فأكثر للوصول إلى الحدود السورية نقطة ذكرتها تتعلق أيضا بهذا التحرير القادم إن شاء الله وهي نقطة مهمة وقد أختلف مع الضيف الكريم العزيز وهو أنه لماذا لا يتم التنسيق المواقف بين أبناء الدول العربية والدول الإسلامية كما يتم التنسيق المواقف مع التحالف الدولي لضرب داعش لا أستطيع القول أن اليوم المنطق العربية والمنطق الإسلامية بما فيها العراق بما فيها المناطق الغربية تمر بخطر داهم يعني التنسيق السيد عبدالهدي يشمل يشمل سوريا الأردن السعودية هذا هو التنسيق المقصود والله أنا أدعو أنا أدعو إلى أن يفهم أن يفهم القادة العرب إلى أن هذا الخطر الذي أحاط بالعراق هو سوف يحيط بهم وسوف يهدد دورهم وسوف ينتقل إلى بلادهم وبالتالي السعودية في المرمى الأردن في المرمى وكذلك بقية الدول العربية والإسلامية وتونس وغيرها والمغرب العربي والمشرق العربي كلهم في مرمى داعش وبالتالي نحن لا نستطيع أن نسفه هذا الحراك الموجود اليوم من أجندة داخلية وأجندة خارجية التي تريد لداعش أن يتمدد أكثر فأكثر فإذا أنا أعتقد أن المؤتمر الدولي اليوم لقادة العرب ومفكري العرب وأيضا سياسي العرب تحمله العراق أو أي دولة أخرى بل الدعوة إلى مؤتمر دولي هذا المؤتمر الدولي ينطوي على دراسة فكر داعش ودراسة مبتنيات داعش وفقيات داعش ليش اليوم منظمة المؤتمر الإسلامي عاجزة عن مناقشة مثل هذا الأمر أليست هي منظمة إسلامية تشترك فيها جميع الدول العربية والإسلامية لماذا لا يناقشون هذا التطرف الداعشي ولماذا لا يناقشون فقه ابن تيمية وبن قيم الجوزية ومحمد عبد الوهاب الذي يبيح قطع الرقاب والذي يبيح استباعة أعراض الناس ودماءهم وبالتالي فإن المجتمع العربي بل والمجتمع الإنساني بل والمجتمع الإسلامي والمجتمع الدولي مطلوب منه أن يجتمع اليوم لكي يقرر أن هذه الأجندة تخدم جهات إسرائيلية وجهات أمريكية محددة المعالم واضحة هذا بالنسبة للتنسيق سرعة تلهادي هذا بالتنسيق لكن في سؤالي لو سمحت حول أم المعارك كما سأقصد فيها أم المعارك يعني المعرك الأكبر ولكن طبعا للذاكرة العراقية خصوصية ونحن أحترمها لكن بالنسبة ل تجيبني على موضوع أن الأنبار نقطة حسم استراتيجية هل الأنبار نقطة حسم استراتيجية ليس فقط في العراق ولكن أيضا في كل المنطقة الأنبار وأبناء الحجد الشعبي أبناء المقاومة وضعوا في أجندتهم أن معركة الرمادي القادمة وعندما أعلنوا ساعة الصفر هي بالفعل معركة الحسم حتى مع وجود تحرير الموصل لماذا؟ لأن الأنبار تشكل محورا أساسيا من محاور انطلاق المظاهرات الطائفية كما تعلمون آنذاك وقد شكل منها سياسيين داعشيين لا زالوا يركزون ويذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية يذهبون إلى بلدان عربية وإسلامية ليستجدوا المال وذلك لكي يأتوا بداعش الرمادي اليوم والأنبار اليوم وإن كانت تمثل مساحة واسعة لكن الحجد الشعبي والجيش العراقي والحكومة العراقية وضعت في أجندتها أن الانتصار عندما يتحقق ستكسر شوكة داعش وبالتالي من الأنبار إلى القلمون سيحقق النصر إن شاء الله وستنتهي هذه الفتنة المسمات بداعش لأنها عندي وعند المقاتلين والأشاوس والأبطال من الجيش العراقي من الشرطة من ابناء الحجد الشعبي من المقاومين أن داعش هي أوهن من بيت العنكبوت طيب أستاذ كمال الساعدي فيما يتعلق بوضع الحجد الشعبي أيضا موضوع العشائر وامتداده بالمطالبات الأمريكية بتسليح هذه العشائر وإضفاء نوع من الشرعية أو التنوع كما تقول الولايات المتحدة على هوية من يقاتل داعش في العراق هل هذه المعادلة الموجودة الآن في معركة الأنبار قد ثبتت يعني رسخت هل هذه المعادلة الدائمة التي لا نقاش فيها أم عندما تبدأ المعركة أو حتى تنتهي معركة الرمادي على الأقل أو الأنبار سيعود الجدل حول هذه الأدوار من جديد أنا أعتقد أن تحرير الأنبار بالحجد الشعبي المتنوع وأنا ميال جدا أن يكون مع الحجد الشعبي من مختلف فئات الشعبي العراقي وربما إن شاء الله في الموصل سيكون التنوع أكبر بسبب التنوع الموجود في الموصل أنتم تعرفون أن منطقة الأنبار تحديدا هي من لون مذهب واحد أما الموصل ففيها تلوينات قومية ومذهبية أكثر إذا انطلقنا من الأنبار بحجد شعبي فيه يقف الشيعة والسنة كتفا إلى كتف وبروح واحدة سيكون انتصارا هائلا ليس فقط على الصعيد العسكري وإنما على صعيد تخريب نظرية تقسيم العراق تخريب نظرية أن العراق مقسم طائفيا وأن هناك احتراب طائفي تخريب نظرية أن داعش يمتلك قدرة هائلة على التوسع والامتداد تخريب كل الرؤى السياسية التي طرحها دعاة الطائفية وتدمير لسمعتهم وسيكون هناك آثار سياسية وعسكرية واجتماعية وأضع خطين أو ثلاثة خطوط على كلمة اجتماعية تحتها سيكون له آثار كبرى والآثر الآخر أيضا لتحرير الأنبار أن داعش سوف توزم نفسيا هزيمة كبرى ولن تستطيع الصمود في الموصل أكثر مما صمدت في الماضي لذلك أعتقد أن الحجد الشعبي واعي لهذه المعادلة وإذا شارك وأنا على حد معلوماتي سيشارك بعض أبناء الأنبار في الحجد الشعبي سيكون هذا انتصالا اجتماعيا وسياسيا شكرا جزيلا لك أستاذ كمال السعدي العضو في اتلاف دولة القانون كنت معنا مباشرة من بغداد وأيضا من بغداد كل شكر لأستاذ عبدالهادي الدراجي عضو إعلام هيئة الحجد الشعبي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة وواشنطن لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق حول حظر جوي وإنشاء منطقة عازلة في سوريا وبحسب أردوغان فإن بلاده اتفقت مع السعودية وقطر على ضرورة إنشاء مثل منطقتين الحضر الجوي والعزل شمال سوريا الرئيس التركي لفت لأنه رغم وجود الخلافات بين أنقرة وواشنطن فقد تم التوقيع على الاتفاقية مع واشنطن لتسليح وتدريب المسلحين رد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على دعوة نظيره التركية طائرات الأمريكية إلى حماية المعسكرات المخصصة لتدريب المعارضة المعلم حذر من أن أي خرق لطائرات غير سورية للأجواء عدوان يستدعى الرد موقف المعلم جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرمني في دمشق تركيا ترتكب أفعال عدائية في سوريا أسوأ بكثير من هذا التصريح هو يعلم أن استخدام الأجواء السورية من قبل طائرات غير سورية هو عدوان موصوف وبالتالي من حق الجمهورية العربية السورية بما تملكه من إمكانيات التصدي لهذا العدوان لكن الشيء الجيد في هذا التصريح أنه اعتراف تركي بنية العدوان على سوريا الحكم والتركية الذي يرى الفرصة متاحة للتمدد في سوريا يحاول تسريع الخطى نحو ساعة الصفر المأمولة لكن تركيا الأطلسية تتحرك على إقاع الاستراتيجية الأمريكية قاسم عز الدين على الرغم من إلحاح الصحفيين لم يوضح وزير الخارجية التركي معنى الاتفاق المبدئي مع واشنطن على الدعم الجوي في سوريا لكنه أجاب لا معنى لتدريب المعارضة من دون غطاء جوي في مواجهة داعش الحكم التركي الذي طال انتظاره المنطقة الآمنة ربما يرى أن الأمنية باتت في متناول اليد بعد التفاهم مع السعودية ومكاسب جيش الفتح وداعش في الشمال السوري في هذا السبيل تتوالى الخطوات التركية للإشارة إلى حضورها المباشر في الميدان كالزيارة الرمزية التي قام بها رئيس الوزراء إلى ضريح سليمان شاه أو الإعلان عن إسقاط مروحية سورية في معرض إسقاط طائرة استطلاع صغيرة من دون طيار لكن الإدارة الأمريكية التي تجاهلت ما سماه مولود جويش أغلو اتفاقا مبدئيا مع واشنطن يبدو أنها لم تغير معارضتها للمنطقة الآمنة والحماية الجوية بحسب تأكيد أردغان في مقابلة تلفزيونية في هذا الأمر يرى خبراء أمنيون في أمريكا أن البيت الأبيض يخشى الانجرار إلى ما يتأباه من تدخل عسكري على الأرض دفاعا عن طورة بلد أطلسي إذا دارت الأيام على غير ما تشتهي أنقرة بعض هؤلاء الخبراء يذهب إلى التحذير من رد روسي على توسع تركيا الأطلسية في سوريا سواء عبر دمشق كما جرى في إسقاط الطائرة الحربية التركية في البحر أو حتى في توسيع الاحتكاك بين الكرملين والبيت الأبيض بيد أن الحكم التركي الذي ذهب بعيدا في المراهنة على سقوط سوريا يبدو أنه يعول على التمدد في المنطقة الآمنة مدخلا لاستعادة نفوذ في المنطقة كان متاحا بخيارات سياسية أخرى الرئيس التركي يتوقع في مجالسه السياسية أن الصراع اليوم ليس على تقسيم سوريا بل هو صراع على حدود الفيدراليات السورية لكن أردغان توقع سقوط النظام في أوائل أيام الأزمة لمناقشة هذا الملف معي هنا في الأستوديو الخبير في الشؤون التركية دكتور محمد نور الدين أسعد الله مسائك دكتور أهلا وسهلا وعندما يقول وزير خارجية التركية قبل يومين أننا اتفقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية على منطقة حذر طيران و الكثير من ينقل أو كثير من وكالات الأنباء نقلت هذا الخبر بعد ذلك يقول اليوم الرئيس التركي بأننا لم نتفق مع الولايات المتحدة بدأ وكأن الرئيس التركي يكذب وزير خارجياته أم أن هناك لبس في تصريح وزير الخارجية التركية لا أعتقد أنه هذا الموضوع ليس جديدا يعني دائما عندما تحاول تركيا أن تحصل على شيء من الاتحدة الأمريكية فإنها تطرح موضوع المنطقة العازلة مسألة أن الأتراك الآن يريدون دعم عسكري جوي للمقاتلين المعارضة في سوريا هذا يعني بشكل غير مباشر أن يصلوا إلى هدف نهاي وهو إقامة منطقة عازلة وبالتالي منطقة حضر طيران أعتقد عندما صرح مولود شووش أغلو بأن هناك اتفاق من حيث المبدأ مع واشنطن حول هذا الأمر الأمريكيون نفوا أن يكون حصل هذا الشيء وكل الإعلام التركي كان يقول أنه لا ليس هذا الكلام غير دقيق وبالتالي نصدق أردوغان عندما يقول أنهم لما يتفقوا مع الأمريكيين لسبب بسيط الأتراك ليسوا يعني ليس عندهم عفاف بالنسبة لهذا الموضوع هم يريدون أن يزداد الضغط على النظام بسوريا على أساس أنه هدفهم النهائي وعقدتهم الأساسية هو استمرار وجود النظام بسوريا أي خطوة تضعف النظام تسهم بذلك مثل التنسيق مع السعودية بشأن إدلب أو الجسر الشهور أو تدمر وما إلى ذلك الأتراك يؤيدونها ويمكن أن يتورطوا فيها مباشرة أشرت إلى موضوع التنسيق مع السعودية إلى أي حد أو إلى أي مدى يمكن أن يصمد هذا التنسيق أو يتطور مع السعودية مع وجود اختلافات كبيرة خاصة مع بعض التطورات الحكم بالأعدام أنا أعتقد أنه كل طرف إن كان السعودي أو تركيا لها أجندتها الخاصة من خلال هذا التنسيق المستجد بالأساس هو التنسيق قائم منذ بدء الأزمة في سوريا صحيح وحين كان النظام في أضعف مراحله وحين كانت المعارضة ومن وراءها من قوى إقليمية ودولية في أقوى مراحلهم لم يستطيعوا أن يحققوا إنجازات ميدانية طبعا الظروف حين الآن مختلفة عن الظروف قبل ولا يجوز إسقاط نتائج الحراك الحالي على النتائج التي حصلت في السابق لكن أنا أعتقد أنه الهدف السعودي من التنسيق مع تركيا في سوريا يختلف عن الهدف التركي من هذا التنسيق بحيث أنه السعودي هذا التنسيق ظهر مع بدء الحرب على اليمن أو قبل قليل يعني بهذا السياق السعودي من خلال المأزق التي وجدت نفسها فيه في اليمن تحاول تحقيق إنجاز ما يستهدف ولو بشكل غير وباشر إيران وهذا يمكن أن يتم في سوريا ولا مانع الهدف السعودي أن يتم تحقيق مثل هذا الهدف عبر الوسيلة التركية الأتراك في هذا المجال مدام هذا الهدف يضعف النظام فهم ليس عندهم أي مانع وبالتالي الأهداف كل طرف هي مختلفة وبالتالي هذا التنسيق أنا بتقديري هو تنسيق ظرفي موضوعي قد ينفك وقد ينتهي مع تغير الدولة إلى أي حد قادرة دكتور محمد تركيا أن تنخرط بشكل مباشر وليس فقط عبر وكلة يعني دعم ما يسمى جيش الفتحة والنصرة أو غيرها أو اتهام تركيا بدعم داعش أيضا ولكن الانخراط بشكل مباشر مع العلم أن تركيا هي عضو فيها الأطلسي وبالتالي هذا قد يغير قواعد الاشتباك بالمنطقة كلها أو بالعالم كله حتى مع الكريملين هل هذا نقطة قوة بالنسبة لتركيا أم نقطة ضعف يكبلها بالانخرار مباشرة في الهزمة السورية هناك تباينات بين العديد من القوى الإقليمية والرب العائلة الأمريكي إن كان سعودية أو تركية وبالتالي كل قوة من هذه القوى الإقليمية تحاول أن تتحرك بها مش معين من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تكون مثلا أي تسوية إقليمية خصوصا بالملف نو الإيراني على حساب هذه القوى بالنسبة لتركيا تحديدا وكان جزء من الإيجابي فيما تفضلت به أن تركيا في النهاية ممكن لها مشروع خاص الذي تريد أن تحقيقه وهو المشروع العثماني في المنطقة ويمكن أن تتحرك ببعض الهوامش المتاحة لها لكن عند وصول الأمر إلى قرات استراتيجية كبيرة يمكن أن تشكل احتكاك أو صدام عسكري مباشر مع إيران أو مع روسيا في المنطقة ومن هذه الأمور تأمين دفاع أو غطاء جوي أو طائرات للمعارضة أو يقامة منطقة عازلة أو منطقة حاضر طيران مثل هذه الخطوة لو كانت تركيا تستطيع لوحدها أن تنفذها منذ بدء الأزمة السورية حتى الآن لما ترددت في ذلك لكن في النهاية مهما بلغت حرية الحركاء التركية هي في النهاية جزء من حرف شمال الأطلسي هي في النهاية جزء من القرار المنظومة الغربية بزعارة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي مهما رفع أردوغان صوته ومهما حاول أن يتباين سيبقى مكمل بهذا الوضع في خطوات استراتيجية محددة مثل هذه الخطوة أعتقد لن يستطيع أن يخرج يعني لن يستطيع الدخول في أي حركة من دوق ضوء أخضر أمريكي وهذا الأمر غير متوفر حتى الآن بل أكثر من ذلك نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تكن تسعى وهي تسعى إلى اللي طاحة بأردوغان فهي لمانع عندها من إبقائه ولكن على أن يكون ضعيفا وبالتالي الولايات المتحدة لن تسمح لأي خطوات تركية هذا كده مهم ما هو معطياته على أي أساس بناية التحليل حول علاقة الأمريكية التركية أو علاقة أمريكا مع الأردوغان بطبيعة الحال أردوغان دخل في العديد من السياسات الإقليمية التي تتباين مع الأهداف التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية يعني طبعا الولايات المتحدة تضعم إرهاب العدالة والتنمية الآن في تركيا تشكل عبء من وجهة نظرك على تركيا تشكل عبء بعدد كبير من الملفات من هذه الملفات على سبيل المثال محاربة داعش لا نقول أن أمريكا لا تدعم داعش لا تدعمها وما إلى ذلك لكن طريقة استخدام داعش من قبل المتحدة الأمريكية تختلف عن طريقة استخدام تركيا لداعش الأولوية الآن مثلا عند الولايات المتحدة هي مقاربة ملف داعش وليس إسقاط نظام بسوريا بخلاف الأولويات التركية الخطوات التورط في بعض الخطوات بعض الحراق يعني خطوات التي يمكن أن تورط الولايات المتحدة بصدامات إقليمية أو دولية أيضا مثل منطقة العزلة وما إلى ذلك أيضا الولايات المتحدة ليست مستعدة أن تذهب مع تركيا حتى نهاية أيضا في هناك ملف كتير مهم وأنا بتأديره هو بدأ هو الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية للسعي إما لإسقاط إردوغان أو لإضعاف إردوغان وهو ملف العلاقات مع إسرائيل صحيح أنه العلاقات التركية الإسرائيلية الاقتصادية خصوصا جيدة وفيه هناك تنصيق أمني وعسكري ولكن بالنهاية هناك موقف إيديولوجي إردوغاني ضد إسرائيل وضد حتى الحركة اليهودية وإلى ذلك وهو لا امتنع عن تجاوب مع نتنياهو عندما اعتذر للشعب التركي من حوالي سنة أو سنتين في اتخاذ خطوات مقابلة أنا بتأديري من حينها بدأت حركة جزي بإسطنبول من حين بعد ذلك بدأت ظهرت قضية الفساد كل هذه محاولات أمريكية أمريكيين قبل إذا كانوا يريدون إسقاط النظام بتركيا كانوا يرجعون للعسكر طيب أنا أريد أن نسأل بعد إسقاط نفوذ العسكر وضرب نفوذ العسكر بالدستور والقوانين لم يعد أمام الأمريكيين بالنسبة لتركيا لمواجهة أي حالة اعتراضية داخل السلطة بتركيا سوى لجوء الخيارات لنقل السلمية أو الديمقراطية تظاهرة من هنا احتجاجة منها أو انتخابات ديمقراطية هذا يقودنا للسؤال دكتور الأخير حول تأثير هذه السياسات التركية مع دول الجوار عموما من صفر مشاكل إلى صفر علاقات كما يقول البعض تأثير على الداخل التركي هل من تأثير خاصة أن هناك انتخابات قادمة كما تعرف والمعارضة تحشد لها هل تعتقد أن هذه السياسات ستؤثر في الداخل أم أن الداخل التركي لم يعد يتأثر كثيرا بالسياسات الخارجية أنا أعتقد أن الأمر مقلوب يعني كل السياسات الخارجية التركية من 2002 وصول حزب عدل وتنمية لسلطة وحتى الآن هو يربح كل هذه الانتخابات لم يكن العامل خارجي هو عامل مؤثر وحاسم في قرار الناخبة التركية الذهاب إلى صندوقات الاقتراع العامل حاسم كان ولا يزال حتى الاقتصاد لا الاقتصاد جزء منه هو عامل إيديولوجي يتعلق بـ 40% على الأقل من الكتلة الناخبة التركية تصنف نفسها على أنها محافظة متدينة لا تريد للعلمانين أن يعودوا إلى السلطة حتى لا يعودوا من جديد إلى حقبة الاضطهاد للحالة الإسلامية هذه الكتلة تصب لك واحد كما يقال لحزب العدالي والتنمية بمعزل عن سياسة أردوغان الخارجية هناك اعتراض من قبل هذه الفئة ومن داخل حزب العدالي والتنمية على سياسة تركية في سوريا أو في مصر وما إلى ذلك لكن عند الانتخاب هذا العامل لا يكون مؤثر في قرار الناخبة التركية لكن أنا أقول هذه أنا أعتقد أنه للمرة الأولى نتائج الانتخابات العامل الداخلي سيكون مؤثر على السياسة الخارجية بمعنى أنه نحن في السابع من حزيران يونيو المقبل يعني بعد حوالي عشرة أيام ستتم هذه الانتخابات أنا أعتقد هذه الانتخابات قد تكون مفصل في إما استمرار السياسة الحالية التركية إذا كانت نتائج تبقي خريطة البرلمان تقريبا على ما هي عليه الآن أو مزيد من التورط التركي في حال حقق حزب العدالي والتنمية نجاح أكبر مما هو عليه الآن فيأخذ جرعة إضافية تشجع أن القاعدة الشعبية تؤيدني وبالتالي فالأذهب إلى خيارات السياسية في خيارات مغامرة أكبر من الخيارات التي يأخذها هلأ لكن إذا حصل أن حزب العدالي والتنمية في شيء لأنه يأخذ النص زئد واحد أو أخذ أقل من 300 عضو سيفتح لباب المراجعات يعني النجاح بشكل خجور في هذه الانتخابات أنا أعتقد حتما 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 هناك تغيير في السياسة الخارجية التركية أشكرك جزيلا شكرا دكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية شكرا لحضورك هنا أهلا وضع شكرا لحضورك فيصل وضع